التفاوض بتاع جينيفا الليلة او جدة مفاوضات جدة ده لقامت جوامة شنو يا اخوان? المفاوضات دي جوامة شنو? ركزوا معي شديد على كله. ركز ركز شديد. في بيان صدر الان من حكومة السودان بخصوص مفاوضات جدة. والبيان دي جابوه في تلفزيون السودان القومي. والحق نشكر رزارة الاعلام. ونشكر مجلس السيادة. ونشكر القيادة انها احاطتنا علما بما يحدث. ومرقة المسألة من زمتها زي ما بقولوا. فاحنا بنشكرهم حقيقة. وبنقول لهم والله اخي جزاكم الله خير انكم احطون علما. قبل نصف ساعة كده صدر بيان بشرح فيه تفاصيل المعركة اللي حصلت شنو? فمن صفحات مجاهد باسال اللي قيته? قال حكومة السودان بيان صحفي حول اللقاء التشاوري بين حكومة السودان والوفد الامريكي بجدة. اما ان الى اللقاء التشاوري بين حكومة السودان برئاسة الوزير محمد بشير ابو نمو والوفد الامريكي برئاسة توم بيرلو دنقر. المبعوث الامريكي برضو اسمه دنقر يا اخوانا ما عليش يعني. قابضوا مبارح بالسابتة. كاذب لو كذبة كده بطالة. فحاجة اعرسوا بيه والله. المبعوث الامريكي من الليل اسمه اسمه توم 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 دنقر. لا 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 ده الف لا حاجة كده. لا 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 لا. لقى صرفه ما في في الارجاء قالي الجدع. ساقل لك الكوكف ده سواق كده. لا 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 لا. لان شغل بتاع خواجات يا جنة. اه. شغل بختلف قعاده اليوم كله مع الغاحات على اللمو الكزب واللف والدوران. والله العظيم. مين ظهر في 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 منصة الغسال داك بتاعت اليوتيوب. انا قلت انا خلاص قلت تجاند اخيرب. تجاند اخيرب خلاص. ياهو خلاص شلته ياهو. بعشيح اظهر ليانا في التك توك مع السفيها الحمدابي وخليفة دنقر ومقرون. خلاص مع يعني 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 شال شال هيبت امريكا تقولها اه رما في البحر. والله. والخواجات الامريكان وحكومتهم زعلانين قالوا كيف بتتعاملوا معانا كده زي احنا اه اه بنعملوا كده زي اه حاجة كده بكده. اه حاجة كده يعني. نيرت ساحة يعني. ما بيسبب في عائلكم. فالمبعوث الامريكي دنقر دا. دنقروز. از الملكية. داك دنقر ساحة لك ان دا دنقروز. جوني دنقر. جوني دنقر قال لك توم برليو. المبعوث ال دنقر ليو. توم دنقر ليو. حلوة. ادي ادي احلى. برليو دنقر ليو. السيد توم دنقر ليو المبعوث الامريكي للسودان بشأن دعوة السودان للمشاركة في ملتغ جينيف. فقد انعقد اللقاء التشاوري يوم تسعة وعشرة اغسطس بالمملكة العربية السعودية. ويفقى لمقدمات وفحوا اللقاء التشاوري. نلاحظ ما يلي. حكومة السودانية قالت فيه لقاء تشاوري بين وفد الامريكي والوفد السوداني. اللقاء التشاوري ده تم فيه جده. اول سؤال يعني ليه ما تم في امريكا السؤال اللقاء ده. شفت الايحابة الخواجات ده كيف? القاحاتة قالين انه هم الوحيدين البفهموا سياسة. وهم الوحيدين الطب. السؤال الاستراتيجي الاول بسم الله الرحمن الرحيم. ما امريكا هي متفضلة علينا ودار تساعدنا وتحل لينا مشكلتنا. ما السوق الوفد السوداني ده ويمشي يلاقيكم في واشنطن. لماذا يلاقيكم في جده والجداوية ما يخشوا الاتماء. مشيتوا جده ليه? والجداوية دور شنو? السعوديين دور شنو في الاتماء ده? تحضيرات الصالة والغاعة انتو بجيتوا منسغين مناسبات? انتو بجيتوا بتاع دي جي ولا شنو? حمد بن سلمان انت بجيت بتاع دي جي? الامريكان قل لك افروش الصالة واطلع برا? ما شين السعودية الوفد التشاوري منو منو. مكتوبة في البيان. حكومة السودانية ولا امريكان ليه تمشي تتلاقوه في جده. عشان اوحي ليه انه هم حينفز اتفاق جده. فهمت اللعبة? ايحاء خدعة. قلنا لهن خلاص ازلنا بشي جده. ماشينا لاقينا الامريكان في جده. الحصل كالاتي. اول ملاحظة الحكومة قالت عدم التزام الوفد الامريكي بدفع الماليشيا المتمردة لالتزام بتنفيزي. اعلان جده الذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ويستند على الغانون الدولي الانساني وغانون حقوق الانسان. الامريكان لما قالوا لينا تعالوا جده. الاسبوع الفات ضرب بلينكل للبرهن. سلاماتك دنيتك امورك ما بيقى يتكلم عربي خلاص. فصل. يا براها كيف امورك وبتاعه وحوالك. قل بي معاكم وما عارف السيول والامطار بتاعه. اها تجونا في جده. قال ليه بنجيكم? قال ليه خلاص رسل الوفد بتاعك التفاوض وخلي يجي. واحنا في جده ان شاء الله. البرهن قال ليه بس لو سمحت معلش. موضوع الجماعة ده لمرج وقال ليه للموضوع ده تعمل. يعني احنا حنجي نقعد وانتوا حتلتزموا بينكم تطلعوا النازل من من البيوت. قال ليه بنلتزم. طوالي قام مجهز الوفد الحكومي مجلس السيادة الجيش ما عارف منه. الوزير ابو نمو بتاع ها طياراتكم دنيتكم بتاع تزاكركم اموركم. تصلوا بالسفير السعودي رتبوا الفندغ الدنيا وبتاع ماشيين الامريكان قالوا هنلتزم انه نمره جده عامة. ليه الامريكان يلتزمه? لانه نسيادة الكوكب ابدا. لانه الامريكان هم الحضور والشهود في اتفاقية جدة بتلزم الدعم السريع بالخروج من بيوت المواطنين. الحكومة السودانية ومجلس السيادة احتراما للغوانين واحتراما لأي حاجة قالوا لفاهمين. انتو قوامتو الشغل ده. قاعدوا مع الامريكان سألوهم سؤال قالوا لهم ايتو دارين تعملوا جينيبة ليه? الامريكان قاعدين يتلفتوا واحد قال ماشي الحمام واحد قال دقيقة بس داري جب ليه كبسة. يا امريكان ايتو دارين تعملوا منبر جديد في في جينيبة ليه? ما منبر جد ده اتفاقنا مع الدعم السريع. واتفاقنا على المسارات الانسانية ويصال المساعدات. صح? قالوا لهم اي صح? طيب ماشيين جينيبة تسوي شنو? سألوهم السؤال زي ده. مكتوب هنا. مكتوب. قالوا لهم لم يقدم الوفد الامريكي ما يبرر انشاء منبر جديد. سألوهم ايتو ماشيين جينيبة تسوي شنو? وحاجة ده ده مع تفاوض واتفاق وموقع عليه ومحروس بيكن انتو ذاتو. موديننا جينيبة ليه? الامريكان قاعدين يتلفتو. شغلينا بيمينيميا. اه شغلينا اه بيونسك. يا امريكي. ايه تدرت ودينا جينيبة ليه? اسمع ما اسمع كنت بتكلم انجليز وكويس? يا امريكي اتو جدة دي مش حاضرة? اي. مش وقعنا فيها اتفاق? اهي. مش قلت انت قلت فيها مراقب? اهي. مش السعودية مراقب? اهي. مش هلزمتوا الدعم السريع امرو بيوت الناس? اهي. مش هلزمتوا الدعم السريع ان يوصل المساعدات الانسانية وضمان وصول المواطنين وضمان من وصول المساعدات والازعافات والعلاج? اهي. طيب احنا نمشي جينيبة نقول شنو تاني. الامريكان قاعدين يتلفتو. الموضوع ده انت كغحاتي. عندك رايف البرهان والجيش. وجيش فلول وكيزان. وصرف دبوغ حرب. ده كله انا معك. ما مغالطك فيه. هالسي دي رد لي. فيش نو جديد حتمشي تعمله في جينيبة. انت بتزاوغ مالك. ده ما السؤال السألناه للناس اللي بسمعه خليفة دنقر قلنا لو ان امشوا اسألوه. قل لو انت فيش نو جديد في جينيف. وضمانات انك تعمله. لانه تعرف. احنا لو مشينا جينيف ووقعنا. هتبقى نفس الاشكالية. بكرة صباح السوقون وين? برلين. هتعملوا مؤتمر برلين الجديد. لتنفيز اتفاقية جينيفة. ما هتنفزوا برلين. المرة دي الشعب السوداني. وقيادته وحكومته. استندت على حقوقها وحريتها في الاختيار. قالوا لون والله نمشي معاكم جينيف. لكن نفزوا اتفاق جدا اول. ورونه مصداقياتكم جديدكم. طلعوا قالوا يا اخي الجيش ده يشفلون. اهي يشفلون. والبرهان ده علي كارتي مايس. اهي سايقوا علي كارتي.